اتكلمنا عن الاسا والحزن وبرضو دول من المفاهيم الاسا احنا هنقول كلنا بنمر بظروف صعبة ده من حكم خبرتنا أو من حكم معلومتنا والحزن كلنا بنحزن أكيد ومن حقنا نحزن بس نعرف برضو احنا هنفضل نحزن لحد إمتى لأنه الحزن لما بيعدي حدود معينة بيتحول إلى حتة معتقدش برضو ان احنا نحب نروحها علمينا بقى برضو الفارق ما بين الاسا والحزن لا هو الاسا والحزن حاجة واحدة حاجة واحدة ولكن في فرق بين شعور الحزن ووعي الحزن يعني ايه شعور زي ما انت قلت انه هيجيلي شعور احزن وده حقي لكن وعي الحزن انا موجود في حقل طاقة انا برس الحزن وبستقبل حزن انا شايف الحياة سهودوية انا مش شايف اي حاجة غير الحزن انا ما بعرفش اخرج من الحزن بتاعي فمحبوس فيه تمام لكن الشعور ده اللي هيعدي علينا ويمشي ده طبيعي واحنا بنقدمين ولازم يعدي علينا طبعا ولازم ياخد وقته لازم يعرف نتخطي يعني اه يعني خوف نفسك باي حاجة انا لو حزنت كتير هتعب مثلا حاية هيجيلي امراض ولو تلاحظي ان امراض كتير جدا ضمنهم الكنسر مثلا بتيجي للناس اللي بتحزن فلازم تخوف نفسك عشان ترفع نفسك الدرجة الصغيرة ما بين الحزن والخوف فتقوم مرفوع في السلم شوية اتكلمتي انه فيه في الوعي درجات وقسمتي درجات الوعي قولنا بقى ايه هي درجات الوعي وتكلمتي زي عن تقسمتها قسمتها بناءا عن ايه معنا قسمتها بناءا عن ان فيه دكتور اسمه دكتور ديفيد هاوكنز ده كان طبيب بشري المهم الدكتور ده كان بيعني تقريبا من خمسين مرض اوكي وهو درس الطب لمدة خمسين سنة ولكن هو قال ايه كل دراستي للطب دي وما قدرتش انها تخفف عن قلمي اكيد فيه حاجة تانية فهنا فرق ما بين العلاج والشفاء لو تلاحظي حتى دايما في القرآن يقولون ايه فيه الشفاء للناس شفاء ما قالش علاج عمرو ما قال قمة علاج لكن دايما بيقول الشفاء فاحنا فيه فرق ما بين العلاج اللي احنا بنسميه في انت عارف انها الصيدلانية نعم بنسميه في الصيدلانة medication قدوية بتخديها هي دي العلاج لكن الشفاء بقى انت طول ما انت في stress فبطلعي stress hormone stress hormone دي بتعلي ضغطك بتجيب لك سكر بتجيب لك ضغط بتجيب لك وبيتجيب لك امراض الى ذلك ولكن لو انت عليتي في الوعي اكتشفوا بقى او الدكتور ده اكتشف ان بيطلع هرمونات تانية خالص اسمها endorphins الاندورفنس دي مسؤولة عن ايه ريليف البين يعني بتشيل البين خالص وبيريليف السترس يعني بتشيل البين وبتشيل السترس وكأن اخنا بيحصل لنا شفاء داخلي يعني الجسم مهيئ ان هو يشفي نفسه او يعالج نفسه